خلينا نتكلم شوي عن الأم والأب تحديداً والأم والأب خلينا نقول أنه هم يعني أول عنصرين مؤثرين بيكونوا موجودين في حياة أي طفل لحد ما بيبقى مراهق وشاب وإن شاء الله طبعاً نشوفه يعني أحسن الناس كل واحد فينا عايز نشوف ولاده أحسن أحسن ولاد أحسن حاجة بالأسف طبعاً بنغلط إيه أكتر الغلطات اللي الأم والأب بيقعوا فيها وإيه أكتر الصعوبات اللي بيتواجههم ونحاول نسهلها عليهم بصي بمناسبة إن احنا بنحب أولادنا قوي وبنحبهم إنهم يكونوا أحسن مننا ده شيء كويس جداً بس أنا كحد كبير عندي هتمامات كتير قوي في حياتي أيوة ممكن أكون بحب ناس كتير قوي في حياتي أيوة بحب مراتي بحب أمي بحب أخواتي بحب ناس كتير قوي في حياتي طبعاً لكن الطفل هو أنت أهم حد في حياته يعني هو ما عندوش أهم من بابا وما عندوش أهم من ماما فبالتالي كل حاجة أنا بقولها له كل تصرف أنا بعمله معاه بيعلم فيه يا بيعلم فيه بالإيجاب يا بيعلم فيه بالسلب أيوة ممكن أنا أكون مش حاسس إن أنا عملت حاجة كبيرة أنا مش حاسس إن أنا أخطأت خطأ كبير مع ابني ولكن مين اللي يحدد ده أرجع أقول تاني هو هو اللي بيحدد مدى تأثير الجرح ده علي قد إيه وبعدين لما ييجي بابا أو ماما يقولولي إيه مثلاً هو لا على فكرة إحنا مش بندرب كتير هو إحنا مش بنزعق كتير هقوله معلالش هو أنا لو أنا لو أنا لو أنا ماشي في الطريق كده وو أنا صغير أو حتى ووأنا كبير يعني وفجأة كده طلي عليها كلام أيوة وأنا محتاج كم مره عشان أخاف منه أنا محتاج مرة واحدة بس صح فهوا أنت مش بتحسبها بعدد المرات اللي أنت ضربت فيها إبنك أو عدد المرات اللي أنت شتمتured أو عدد المرات اللي أنت قلت له فاشل أنت ممكن تقولها له مرة واحدة مرة واحدة عندي طفل مثلا أمه كان بيكتب خط كويس وبيحب مدرسته جدا فمدرسته جات قالت له إيه أنت ليه بطيء كده الولد بتقول لي بعديها اتبدل اتبدل إزاي بقى اتبدل للأسوأ بقى خط وحش جدا بقى بيكتب بقى استهتار كلمة واحدة هي كلمة واحدة عشان شورت على السلبيات بس فأنا محتاج حتى لو مش شورت على السلبيات بس هي قالتها إزاي هي قالتها إزاي قالتها بطريقة فيها إهانة وجعته بالزبط كده ما كانش متوقعها فأول حاجة إحنا لازم ناخد بالنا ومن الأخطاء اللي إحنا بنقع فيها إن إحنا لساننا ده بيكلم طول الوقت من غير ما نفكر إنت مهمل إنت مش عامل اللي عليك إنت كذا إنت كذا بتطلع مننا غصب من غير ما نفكر من غير ما نفكر حلو بس أنا بقى هل أنا عندي يعني هل أنا ضامن الكلمة دي هتأثر على إبني إزاي أنا مش ضامن فأول حاجة أنا محتاجة إن أنا أفكر قبل ما أتكلم علشان لما أفكر قبل ما أتكلم يا إما هقول يا إما ما أقولش لو أنا قلت يبقى لازم أكون أنا بعني ما أنا بقوله ولما أعني ما أقوله أقوله وده قلت قلته إزاي حضرتك في الكتاب ولازم أقوله بصي أنا يعني شاورت عليه إزاي في الكتاب هقولك ببساطة جدا إن إحنا التواصل بيننا وبنبعض بيعتمد على ثلاث أرقام سبعة في المية ثمانية وتلاتين في المية خمسة وخمسين في المية حل السبعة في المية دي هي الكلمات يعني أنا ممكن مثلا أقولك إيه رانيا أو ممكن أقولك رانيا أوكي هي نفس الكلمة بس أنا قلتها إزاي أول مرة وقلتها إزاي تاني مرة ومعناها إيه أول مرة ومعناها إيه تاني مرة فالسبعة في المية دي لا تمثل أي شيء اللي هي كلمة الإسم اللي أنا بقوله أو لما نديت لكن بقى اللي بيمثل المعنى الحقيقي لتواصلي هما 38% هي نبرة الصوت ماشي انا بقولها ازاي او 55% اللي هي تعبيرات جسمي وإماءاتي اللي انا بعملها بادي الانجوج بتاعتي بقى وشي شكلي إيدي انفعالاتي شكلها عامل ازاي يعني انا عايز اقولك ان المعنى اللي بيوصل لولدنا 93% منه غير لفظي ما بيتقلش ما بيتقلش فانت ممكن تقول لابنك مثلا لا زاكي او يلا لا بس هي دي مزاكي هو عارف ان انت بتقوله انت غبي انت فاشل فهي الكلام الكلام اللي انا بقوله مش بس الكلام اللي انا بقوله ده الطريقة اللي انا بقول بيها الكلام بتأثر على ابني فممكن يبقى عندي مشاكل كتيرة جدا مجرد بس ان انا احلها مجرد ان انا عرفت اتحكم في كلامي وعرفت اتحكم في الطريقة الكلام اللي انا بتكلم بيها ترجمة نانسي قنقر